تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تطوير منطقة مثلث مسبيرو لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع وفي مستهل جولاته التفقدية أكد مدبولي أن منطقة مثلث مسبيرو من المشروعات المميزة التي حرست الدولة على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة وذلك لتوفير سكن ملائم للمعطنين ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات وأوضح مدبولي أن الدولة أوفت بوعودها بتطوير هذه المنطقة دون إلحاق أي ضرر بساكنها وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة في التنفيذ وبأعلى جودة مع سرعة إنهاء أعمال تشتبات أبراج السكن البديل بالمشروع لإعادة تسكين المواطنين بها قريبا وذلك وفقا للتكلفات الرئاسية في هذا الشعر وفقا للتعining و handingáchى تسكين المواطنين وفقا للتع назывام ل